السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في قناة سماح إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة وباقي مشاركين تشاركوا بالضغط على الزر الأحمر لتحت الفيديو وتفعيل جرس باش وصلكم جديد مباشرة بعد ما نضعوا في القناة الوصفة اليوم هي وصفة زوينة بزا 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 في تحلية رمضانية اللي ستهنيكم في رمضان وغادي تعجب الكبير الصغار فيها الفوائد بزا فيها الفواكئة لأي نوع دي الفواكئة تفضلوه تديروه في نص لقتي يخدوا تحلية وفي نص لقتي يخدوا فواكئ متنوعة نتمنى الوصفة اليوم تعجبكم اتجربوها خصوصا في رمضان ستنفعكم كيميك لكم ازاف تجي عائلية كبيرة الحجم كبير قد القد العائلة كاملة ولما نطول عليكم ازاف دفا غادي تحضير تحلية اللي بساطة وسهلة ومكونات دي لها تي بساط أول حاجة سنحتاج للفواكئة اي نوع دي الفواكئة عندكم انا استعملت جوج كيويات وتفاح وحده و جوج بانانات وتقرب ما بين ثمانية حتى العشرات الحبات دي الفراز هاد الفواكئة يبقوا اختيارين واستعملت بسكوي اي نوع دي بسكوي عندكم يعني تقدروا تصعب له غير هينيس ولا صابلي ولا اي حاجة عندكم وانا انا استخدمت هاد المول لدائري اه الكمية اللي غاندير اليوم اتقدتني في هاد المول اذا كان عندكم مول صغل تقدروا تدروا نصف هاد المقادر اللي استعملت اليوم انا هنذا بغان نحاول قطع هاد الفريز ويكون قطع متوسطة ماشي كبار وماشي صغار كما يكتليكم الكمية كترجاع على حسب المول ويكون قطع الكمية لانا اصدروا اصدروا الكمية قطعه اصدروا اصدروا الكمية بعد مكتلي الكمية كمية اصدروا الكمية اضفت دبل بانان ونقضعه قطعة صغيرة انا متأكدة اذا اجريتكم هاد تحليق خصوصاً في رمضان سوف تهنيكم من الحويج وفي نص لقت مفيدة بزاف في الفواكه تقريباً هذه الفواكه كاملة يجبونه صغار وقبار هنا باخت البسكوية كما تشوفوا أي نوع دي بسكوية عندكم حاول قطعتها و قطع صغيرة كيز زوان مع التحليه حيث تحتاجها وحضر طبيعاً من الداخل مع هذه الفواكه نضع كل مول كما قلت لكم هذا هو المول الذي استخدمت تقدروا مول صغر منه تقدروا هذه التحليه فردية أول حاجة استعملت كيز الكراميل على المستخدمات من الداخل ونضع الكراميل ونضع الكراميل ونضع الكراميل ونضع الكراميل بعد وزرع الكراميل نضع الفواكه أول حاجة استخدموا من الداخل وضع الفراز وكيوية ورقص عليهم في القاعدة بهذه الطريقة نضع قطع ولكنه bonu حضر حلوناapat و aftermath متجنس bald نضع الكراميل ثانس ثم نضع الكرامல ثم نضع نضيف الفريز حتى نخلط كل شيء مع بعدياته قبل أن نفوت هذه المرحلة المول يكون غسلناه وممسحناه ونضيف هذا المرحلة المول يكون غسلتها ونضيفه مرحلة العجزة يجب أن نضيف الفريز ونضيف الكراميل نضع كما يكون لدينا اكيس كمية نضع نصف الكمية ثم نصف اترو الحليب مع شاشية الكراميل حجم الكبير وحركتهم جيدا ثم نضيفهم في البطا عادي حتى يفيد الحليب ضيفي سوف يتفاعله و تحيده من في البطا ثم نضيف جيدا ثم نضيف البطا مباشرة سوف نضيف جيدا ثم نضيف عادي صدقائة نضيع طريقة متساوية على المول كامل بعد التالي نضع 1 عاشق نضيع طبيعات كاملة نحاول ان كل حاجة تعمل لنا مزيان بهذا كفلو و جي قابطة فين قلبوها كل شيء يبقى في بلاسه ما تجيش لنا بوحدها و الفلو بوحده هذه اهم مرحلة مهمة انكم تحاولوا اي حاجة بقد طال على فوق بوحدها ما وصله هاش الحليب و الفلو كتحاولوا تضغط عليها باش تعمل بهم و فين يجمد يجمد معاها و تبقى شده في بلاسه نضيفه في تلاجة و يجب ان تقلبوا اقل حاجه على حساب ساعة يمكن ان تقلبوا تليمه و يجب ان تقلبوه بحلف له عادي ان لا يسهل و يجب ان يجب ان يشد فراسه ثم اضع المدى الكافية اضع المدى اضع المدى اضع المدى نحاول قطع غرب بشوية حتى يستطيع قطع غرب شوية بشوية وتهزوه نتمنى الوصفة اليوم تجربوها وتعجبكم شكرا على متابعة الفيديو